موسيقى نحية تلك اللي عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات وتوقعاتنا للأسبوع الأول من شهر نيسان 2024 وبداية تم مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل انتبه من مخالفة قانونية أو معاملة أو إجراء معين يجب رك على متابعته وأنجازه بدون تردد بالإضافة لمشكلة عائلية حساسة حاولت تطنشها أو تبرم ظهرك لألها ولكن كأنه هيدا المشكلة بتطلب حضورك وبذات الوقت عم بتفكر بتدبير أمور مالية لتنظيم حياتك بأسلوب جديد عاطفياً عم بتخطط بطريقة سرية لفرض خياراتك على الشريك بشكل غير مباشر ومن الضروري تنتبه لردود أفعالك تجاه الطرف الآخر وخصوصاً أنه الفلك عم بتحدث عن جهة معينة عينها على علاقتك مع الشريك وكأنه هدفها هو أنه تضلك أنقف بالعلاقة معه يعني ما تستقر عاطفياً مولود ده برج التور في أشخاص منافقين حواليك ممكن يزعزوك ممكن يورطوك بمشكلة معينة فخليك حريص من عملية التواصل أو الاختلاط ببعض العلاقات يلي ممكن أنه تضرك وخصوصاً بمحيط عملك لربما يكون في فتنة في مشكلة في سوق تفاهم يحصل ضمن محيط عملك ويجبرك على أنك تعدل أو تغير من قصص كتير من بعد ما قلنا لك الأسبوع الماضي أنك أنت عم تفكرت تبدأ بأعمال تنفذ أعمالك من داخل بيتك هذه الفكرة راح تكون ناشط علي أكتر وخط السفر مفتوح قدامك وما زلت أنه شايفي الشخص يلي كان معارض أو واقف عم بيقلك لأ مازال موجود بالفترة الأدمي كمان يعني بعضه موجود عاطفياً العدام التفاهم مع الشريك يبدأ يكون واضح عليك أكتر وأكتر مهما حاول تتخبي أو أنك تكمل طريقك أو تلهي نفسك ببعض المواضيع الحياتية بعدك مزعوج وغير راضي عن وضعك العاطفي ولكنك راح تضطر للسكوت وكمان أنك أنت تفضل أنه بقاء الحال على حاله لأنه ما في تأدن بالعلاقة أو نتائج إيجابية لصالحك مولود الجوزاء ظروف معاكسة أو نوع من المؤامرة عم تحصل حواليك لأسباب متنوعة ممكن تمنعك تمتقل لشي جديد أو موقع تاني ونصيحتي إلك ما تسمح لأي شخص يجرك باتجاه المكان الغلط أو الكلام انتبه من كلامك وكمان الكلمات تبعولت مثل الرصاص أحياناً بالإضافة لقرار مهنة جديد بانتظار البعض الآخر من موليد الجوزاء عاطفياً عم شوفك جاهز ومستعد لطاعة الشريك كل الأولويات المهمة فالأجواء ما بينك وبينه ما زالت معرضة للإهتزاز وعدم الاستقرار العاطفي ولكن فرص المصالحة تبدو متاحة بين المتخاص مين مولود ده برج السرطان بعدك بمزاج سلبي ومشوش حالياً ومع ذلك عم شوفك مركز على تحسين مردودك المالي وخصوصاً أن الوضع الراهن آلقك كتير ومخليك بحاجة للراحة والهدوء والتفكير العامي ومن المحتمل تطلب الدعم المعنوي من جهة بتوسق فيها عاطفياً ما تترك الشريك بعيد عن الأفكار اللي عم بتدور براسك وكمان تغيير الأولويات بحياتك الخاصة تبدو خطوة مهمة لأنك عم بتفكر بهذا الموضوع وكمان فيه مشروع سفر وزوار من سفر ممكن هدول الزوار يغيروا هيك أو يعطوا نكهة لحياتك مولود الأسد أجواء من الأحباط والندم عم بيسيطر عليك يمكن عزت عليك نفسك ببعض الأوقات لأنك قدمت كتير لغيرك والنتيجة أنك ملقات السند أو الأمان مع الأشخاص أو محيط كنت بتعتبره كل شي بالنسبة لك بالإضافة إلى نقلة بيت أو عتبة عمل ومراجعة صحية بانتظارك عاطفيا مش سهل عليك تقلب الوقاء على صالحك مع الشريك وفكرة تقديم تنازلات إضافية لأله رح يخليك تخسر أكتر وأكتر وخصوصا أن الشريك عارف كتير منيح أنك حريص على إنقاذ العلاقة يلي بتجمعكم يعني أنت معا بتفرط بشريكك العاطفة وهذا الشيء ممكن يخلي الوضع يستغل أو أنت تستغل مولود برج العزراء عملية وضع النقاط على الحروف ضرورية بالنسبة لألك وخصوصا بهذا الوقت فأحيانا عم بتكون يمكن تحليلاتك خاطئة ببعض الأشخاص وحقيقة الآخرين فكمان عم نشوف كمان كأنك أنت أمام بداية جديدة من الناحية المهنية ومتخوف منها وفي وراء بحاجة لبعض الإنجاز أو حتى متابعتها أو مراجعتها مع جهة مسؤولة عاطفيا فيه قرار مفصلي بحياتك العاطفية وعم شوفك واقع جدا وحابب تنحب وحابب أن الشريك يهتم فيك أكتر فالصوت القلب ابتدى يكون واضح وأعلى والظروف الفلكية تبدو مساعدة إلك لتكون خياراتك بالحب ومواقفك قابلة للحل الفعلي حاليا مولود الميزان كأنك أمام وعود مهنية متنوعة وبذات الوقت عينك على موضوع عقاري أو مسألة عقارية ولكن الظروف ممكن تكون عنيدة عليك بالوقت الحالي بالإضافة لمتابعة صحية ضرورية فما تهموا للموضوع أبدا بعدنا عم شوف لك المتابعة الصحية وكمان مثل ما قلت لك مراجعة طبيبك الخاص بدل ما توصف أن تطعطي نفسك وصفات ما رح تفيدك هاي للمرة عاطفيا ابتدى زمن التغيير عندك ورح تكسر فترة الحداد العاطفي أو الزعل العاطفي من خلال قرار شخصي ورح تكون صاحب سرك الأول لأول مرة وتبدو جدي جدا بخياراتك الأن فكأنه في سر بداخلك رح تحافظ عليه لأول مرة بشوفك واعي جدا بأسرعرك مولود العقرب مشاكلك بالشغل ما عم تخلص أبدا والفلك عم تحدث عن أحداث مفاجأة ممكن تواجهك عن جديد وممكن أنها تنقلك من خارج المكان إلى الداخل داخل نفس الشغل وليكن بظروف جديدة والأغلبية منكم عم يفكر بتجارة داخلية فخليك رايق وتصرف بمنتها الزكا مع الكل عاطفيا ما رح تضيع وقتك بأمور صغيرة وكأنه الأجواء راح باتجاه تسوي معينة ما بينك وبين الشريك وما رح تخجل من تحديد أو رسم الطريق الصحيح ما بينك وبينه مهما كانت التحديات مولود القوس رح تعرف كيف تتخلص من تهمي مفتعلي ضدك وانتبه أنك تدخل بخصومة مع جهة قانونية فالفلك عم تحدث عن مواجهة بين خصمين ممكن أن تطالك ببعض المطارح وبكل الأحوال عم شوفك مسالم أنك تقدم بالتنازلات فما تغلط حتى ما تقدم تنازلات عاطفيا عم تراهن على الوقت بعملية ترتيب العلاقة مع الشريك ولكن العلاقات المهتزة رح تزدين مشاكلهم ويزدين حجم المسافة العاطفية يلي عايشين فزمن الحبلة مولود القوس ما بده وقت لحتى أنكم تلاقوا حالكم مستقرين عاطفيا ولكن هذا ما بيعني ما رح يكون فيه عندكم قنوات الإعجاب مفتوحة كمان حيشوف فرص عاطفية حواليكم ولكن اختاروا الصح مولود الجديد تتحس بنوع من الارتياح النفسي نوعا ما وبذات الوقت عم شوفي دعم محبب من أحد الأشخاص لقادرين على تحريك الحلول الإيجابية لصالحك بأكتر من اتجاه وفي مشروع سفر بانتظاركم عاطفيا كنت عايش حالي من عدم الرضا العاطفي بكل أشكاله ويبدو أنك أصبحت جاهز لرسم حدود صحية لوضعك العاطفي وبذات الوقت لا يبدو أرار الشعور بالأطمئنان المطلق ممكن أنك تحققه بسرعة مولود برجاء دلو رح تتوقف عن سياسة التساهل بعملية التعاطي مع حقوقك المالية والمهنية وبذات الوقت رح تتخطى أزمة حساسة بتخصك تحديدا مع أحد الأشخاص المقربين منك يلي نفصم عليك فجأة بدون أي سبب مقنع عم شوفك كمانا حتركز على نظام غذائي معين حتركز على شكلك الخارجي يمكن عملية تجميل يمكن تجميل لكل الواقع تبعو لك المادة المالي وحتى الشكل عاطفيا تكتيك عاطف جديد بانتظارك رح ينقلك باتجاه مستوى أكتر جدية وبذات الوقت في بعض التفاصيل المهمة تبدو قابل للحل وخصوصا عند الموليد يلي عايشين نوع من التقارب والتباعد بالعلاقة مع بعضنا البعض آخر الأبراج معنا مولود الحوت عزيز الحوت يبدو أنك مرت باختبار مهني ما كان سهل عليك أبدا وخليك تقطع علاقتك مع البعض من الزملاء وممكن يكون بحكم الظروف أو بسبب التراكمات والاختبارات الحياتية اللي مرت فيها بالسابق بكل الأحوال فيه تجديد لأسلوم حياتك المهنية ومباشرة أعمال جديدة من انتظارك يعني اللي خليين من العمل أو حتى كمان كانوا قلهم فترة وقفين أو حياتهم مهنية جامدة عم نشوف فيه تحريك لوضعهم المهنية ورايحين باتجاه بداية جديدة عاطفياً ابتدت حدود قدرتك على التحمل تخف وكأنك محتاج لوقت أطول لتقدر تتعافى من الأجواء العاطفية المتقلبة عندك ومع ذلك عم شوفك واقع أكتر لتفتح صفحة جديدة وكمان بعنوين مختلفة تماماً عن النبط السابق بكل شيء لكن مش غلط أنك تفتح صفحة جديدة بالحب وكمان تبلش تحط العنوين العريضة لهذه العلاقة لو هن رايحة ولكن كمان أغلبية منكم الماضي بازال أنقف بحياتكم أو بيوميتكم هذه كانت أخبارنا وتوقعتنا الفلكية ابتداء من الأسبوع الأول من شهر نيسان 2024 لكن على بالهم يحكوني ويعرفوا أكتر شو بخب بالهم لحظ الفلك الطالع وكمان إذا كان البيت الثالث والخابس والسابع والعشر يلي بركز عليهم تحديداً دخول بلوتو خلينا يركز على البيت الثالث بالخارطة الفلكية لكن أسئلة كثيرة ممكن تكونوا حابين تعرفوا أسرارها وأجوبتها فيكن تحكوني على 0961-775-86 والرقم الثاني اللي هو 0961-7775-87 أنا زمانة وهي بوضعكم وبألكم ندلكم بألف خير باي باي